لأنها الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس مصري إلى العاصمة البيلاروسية منسك كان من المهم أن نتعرف على تغطية وسائل الإعلامة البيلاروسية لهذه الزيارة التي وصفت من قبل وكالة الأنباء الرسمية هنا بيئة تاريخية ربما نتوجب هذا السؤال للسيد أيمن موسى رئيس المكتب الإعلامي المصري في موسكو واللي بيساعدنا دايما في الإعداد لهذه الزيارات ويبذل مجهود كبير صراحة مع الوفود الإعلامية المصرية أهلا بحضرك السيد وسهلا بيك ونوارت وشرفت كيف تابعت وسائل الإعلام البيلاروسية زيارة الرئيس السيسي؟ طبعا الإعلام البيلاروسي بيبدأ اهتمام كبير جدا بكل ما يتصل بمصر سواء قبل الزيارة أو أثناء الزيارة قبل الزيارة كان فيه تمهيد كبير جدا للزيارة تحدث عن مصر تحدثوا عن الرئيس السيسي عن الإنجازات التي تحصل في مصر، المشروعات، التعاون المشتركة وصفوا الزيارة السيد الرئيس بأنها تاريخية ليست فقط لأنها أول زيارة يقوم بها رئيس مصري لبيلاروسيا ولكنها تأتي تتويجا لعمل بدأ بالفعل في العلاقات والتعاون بين البلدين أشهد بهذا التعاون وتفصيله وأنه بيمثل دفعة مش للتعاون بالبلدين بس لا الاقتصاد البلاروسي أيضا يمكن إحنا شفنا التعليق السياسي لوكالة الأنباء البلاروسية بيلتا وهي ابتصف هذه الزيارة بيات تاريخية لكن ماذا عن وسائل الإعلام الأخرى، التلفزيون، الإذاعة؟ يعني أنا أذكر وأنا جاي في المطار النشرة الأولى في الراديو مش عارف إذاعة اسمها إيه لكن كان الخبر الأول هو زيارة الرئيس السيسي يعني في رصدنا لوسائل الإعلام البلاروسية أعتقد أكثر من ستة وتربيين مصدر بتابعوا الزيارة مش مجرد كلام عن حديث عن السياسة والاقتصاد عن الشؤون الإنسانية والسياحة والمجتمع المصري والتاريخ المصري أعتقد ما فيه ساعة بتمر في التلفزيونات البلاروسية إلا ما فيه شيء عن مصر المشاط الأخبار والبرامج البلاروسية بتتكلم عن كافة المناحي والشؤون اللي بتصلوا بمصر والناس في الشارع عنده يمكن لمسوا بأيديكم الناس على قد فيه ترحاب شديد جدا فرحارين بتواجدنا مش مجرد بأن فيه قيادة للسياسية موجودة بس إن المواطن المصري موجودة عندهم ده صحيح ويمكن كانت لفتة مميزة ما بنشوفهاش في دول أخرى أوروبية إنه الإعلام المصرية موجودة في شارع رئيسية أيضا لفتات الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي أعتقد حضرك برضو لحظت كان فيه الإعلام والصور وفيه ترحيب في كافة الشوارع المواطن موجودين بيقف وبيساعدنا ويعرفنا الأماكن فيه وأي حاجة بنحتاجها المواطنة البسيط معانا فيها فيعني أكثر من هذا تقدير لمصر ودورها ما أعتقدش كنا نتكلم مع علي الوزير سامح شكري قبل قليل وقالنا خبر جديد إنه سيكون هناك في العاصمة البيلوريسية منسك تمثيل مصري تمثيل مقيم علشان أنتم تتعبوش أنتم جايين من موسكو ماذا سيضيف هذا التمثيل اللي هيكون موجود هنا في العاصمة البيلوريسية أعتقد ده كان مطلب بيلوريسي البيلوريسيين عايزين يوصلوا مصر وعايزين العلاقات تكون سهلة وسهلسة ما بين البلدين فهم طلبوا بالفعل وجود تمثيل دبلوماسي مصري في بيلوريسيا للحصول بسهولة عن التأشيرات بل طلبوا أيضا خط جوي ما بين البلدين لأن فيه رغبة كبيرة بين الشعب البيلوريسي أن نزور مصر وكاتلافتها جميلة من القيادة السياسية في مصر أنها تستجيب لهذه الطلبات سيد أيمن موسى رئيس المكتب الإعلامي المصري في روسيا الاتحادية والصاحب المجهود الكبير في الإعداد لهذه الزيارات شكرا جزيلا